مرحبا شباب ازايكم اخباركم ايه? النهاردة درس مهم جدا للناس اللي هي عندها مواقع الالكترونية على الانترنت وبتربح من جوجل ادسنس. طبعا في مشكلة بتقابل الناس كتيرة جدا ويمكن معظمنا مش واخد بالو منها. ولكن النهاردة حابب اعرفكم ان المشكلة دي ممكن تسبب في غلق حسابك في جوجل ادسنس بكل بساطة. وده احنا زي احنا عارفين ان سياسات جوجل ادسنس اه اصارمة جدا ومهمة جدا ناخد بالنا من الحسابات بتاعتنا كويس جدا. كل يوم لازم تدخل على الحساب بتاعك وتبص في مركز السياسات وهنشوف الكلام ده مع بعضنا. اه النهاردة شباب اه غيرنا اسم القناة اه من نبض المعلومات الى فكرة تقنية. طبعا اه انا منتظر اه ردكم وهل يطرق نسيب اه اسم القناة الجديد ده ولا نرجع اسم القناة القديم اللي هو نبض المعلومات. منتظر حضراتكم رأيكم وهرأيكم طبعا يهميني جدا لان قبل ما بغير حاجة او قبل مسلا مااخد قرار لأي حاجة ببقى آآ لازم اشهور واقول لحضراتكم ان احنا هنعمل ايه في القناة. ودي قناتكم وآآ يعني اللي انتو شايفينه صح احنا هنعملو. طبعا. طيب فكرة القناة التقنية انا شايفها ان هي كلمة مناسبة جدا. آآ لالقناة. ومنتظر رد حضراتكم في التعليقات النهاردة في فيديو النهاردة. نخش في فيديو النهاردة شباب. الحاجة المهمة جدا اللي لازم نخلي بالنا منها. هنفتح الحساب بتاعنا في جوجل ادسنس. وهنيجي على حاجة اسمها مركز السياسات وده مهم جدا اللي لازم تشوفه كل يوم. تمام? آآ طبعا انا النهاردة آآ اتفاجئت ان في تمان تمانية من المشاكل اللي موجودة على الحساب. وتفاجئت من خلال طبعا البارد الالكتروني. في ناس كتيرة جدا مش مدية اي اهتمام للبارد الالكتروني ولا بتدخل غرب بتدخل بس على صفحة رأسية وتشوف الارباع بتاعتها. ولكن ده خطأ كبير جدا لازم تاخد بالك من المشكلة دي لانها ممكن تتسبب في قلق حسابك. زي ما احنا شايفين كده ان من ضمن التمانية في واحد منهم بيقول لدروري انك تصلحه. ضروري انك تصلحه. وهو لاحظوا كده ان هو ده اللي فيه المشكلة اللي مهمة جدا ان احنا نصلحه. التانيين السابعة التانيين مش مشكلة زي المشكلة دي ولكن اهم حاجة المشكلة اللي هي ضرورة الاصلاح دي. ايا كان المشكلة اللي بتزعر عندك لو فيها واحد او اتنين او تلاتة او ثلاث صفحات او اربع صفحات موجودة عندك على الموقع وجالك ضرور الاصلاح لازم تصلحهم ما تسبهم شي غير ما تصلحهم لانه ممكن تسببه في غلق حسابك بالكامل تمام كده يا شباب? فاحنا النهاردة اتعلم ازاي نقدر نحل مشكلة زي كده عشان لو جهتنا مشكلة في الحساب بتاعنا في جوجل نقدر نحل لها بكل بساطة. طيب يا شباب اول حاجة هنخش على الرابط اللي احنا هنشوفه ده اللي هو ضرور الاصلاح نضغط عليه من هنا تمام? هوا دينا طبعا يفتح لنا صفحة جديدة بالشكل ده والصفحة اللي فيها المشكلة هنجي نضغط على المتابعة الى الموقع طبعا انت هيفتح معك على طول لكن انا عندي على الصفحة دي مشكلة في الاس ولكن انت آآ هتفتح معاك الصفحة على طول بمجرد ما انت تضغط هنا على السهم الصغير ده اول رابط ده بيفتح معاك صفحة جديدة بتفتح معاك الصفحة دي تمام? هنشوف ازاي نقدر نحل مشكلة زي كده. ننتظر بس لحد ما تفتح معاك وتحمل معاك الصفحة اللي فيها مشكلة ويقول لنا ان دي لازم تصلحها او فيها مشكلة بسببها مشكلة في جوجل طبعا معظم المشاكل اللي بتظهر في جوجل ان هو هنا شايف ان في اعلانات منضافة على الصفحة ولكن ما فيش محتوى لاحظوا كده ان الصفحة دي فعلا صفحة او التسجيل للدخول بتاعة العميل اللي الموقع ولكن آآ موجودة فيها اعلانات لان مفاش مواضيع مهمة جدا عشان الناس تجراها ولكن بتظهر عليها اعلانات طب انا مش حطت اعلانات لا لا ولكن هي بتظهر عليها اعلانات طلقائية الاعلانات الطلقائية انت مش شايفها ولكن الاعلانات الطلقائية هنا بتظهر للعميل في على الموبايل او على الكمبيوتر هنا لاحظوا كده ان مش فيش علين زهرة على الكمبيوتر ولكن هي اكيد زهرة على الموبايل للناس اللي هي بتتصفح من خلال الموبايل عشان كده عاملة مشكلة اني لازم نصلحها وآآ جاية المشكلة هنا في آآ سياسات المركز السياسات اللي هو آآ اللي بيبقى فيه مشاكل تمام كده? طيب هنيجي عشان نحلها هنيجي اول حاجة على الاعلانات نضغط عليها ونركز كويس جدا في الخطوة دي يا شباب نيجي على كلمة اعلانات بعد كده هنيجي نضغط على الرابط بتاع الموقع اللي احنا شغلين عليه نركز جدا انا عندي موقعين انا طبعا مشكلة على الموقع ده فانا عارف ان المشكلة على الرابط بتاعة الموقع ده هنيجي نضغط على علامة الجنم ده كده وبعد كده هنيجي هنا على علامة البحس هنا ونحط الرابط بتاعنا اللي احنا اهو هناخد الرابط ده كده نسخ بتاع الصفحة دي. وهنيجي نحطه هنا. تمام? ونضغط على كلمة معينة. هنضغط عليها كده. وانتظر لحد ما تظهر معانا الصفحة ونشوف ايه الاعلانات اللي ظهر عليها. آآ عمل لنا مشكلة. طبعا انا حازر كل الاعلانات ولكن هنشوف قدامنا دلوقتي لو ازا كان في اعلانات موجودة لسه موجودة على الصفحة هي المسببها مشكلة في حسابنا في ولا لأ. هنشوف دلوقتي الكلام ده مع بعضنا مجرد ما الصفحة تتعرض هنا. هو بياخد بعض الوقت ولكن احنا خلينا معاها لحد ما يفتح ونشوف اماكن الاعلانات اللي بتظهر على الصفحة دي اللي هي عاملة مشكلة في حسابنا في جوجل ننتظر مع بعضنا. انا مش اكفل التصوير ولكن هنشوف مع بعضنا واحدة واحدة. طيب يا شباب لاحظوا كده ان اول حاجة ظهرت لنا الصفحة من خلال الموبايل. لاحظوا كده ان في اعلان اهو. لاحظوا كده يا شباب ان فعلا في اعلان. طيب. هنيجي هنا على حاجة اسمها المواضيع المستبعدة. هنضغط عليها. تمام? هنلاقي هنلاقي ان موجود هنا ان انا حازفت سبع اماكن على الصفحة دي. لاحظوا كده. ان منطقة اتنين تلاتة اربعة خمسة. اده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست اماكن. ست اماكن فيها اعلانات. لاحظوا كده اللي عليه احمر ده. انا مستبعد عن الصفحة. ولكن لو طلحت فوق تاني. هنلاقي فيه اعلانين كمان ظهرين. هما دول اللي عاملين مشكلة. طب هستبعدهم ازاي هنضغط على الاعلان هنا كده. تمام? كده استبعدت ده. بمجرد ما انت بتضغط عليه كده? بتستبعده على طول. هو هنضاف هنا. لاحظوا كده ان نضافوا اتنين كمان هم اللي انا استبعدتهم. ندور تاني فيه حاجة باللون الازرق. لا ما فيش حاجة. كده خلاص. كده خلاص انا استبعدت كل اللي موجود. هنرجع راجع للخلف صغير. بعد كده هنضغط على كلمة تطبيق التغييرات على الموقع ده مهمة جدا نضغط على كلمة حفز. وهنتأكد مرة تانية عشان نبقى حللنا المشكلة تماما. هنرجع هنا. مرة تانية. تمام? وبعد كده هنجي نحط الرابط مرة تانية هنا. اللي هو ده. هناخده نسخ مرة تانية كده. نضغط على كلمة لصق. الرابط بعد كده هنضغط على كلمة معينة. مهم جدا ان احنا نعمل خطوة دي. لازم نحط الرابط اللي فيه المشكلة. هنا على البحث. تمام? وبعد كده هنضغط على الموادية المستبعدة. وهنفحص مع بعضينا الكلام ده. طبعا انا هنا لو جيت هنا ضغطت هنا هوريكو بس بعد ما يخلص ان انا حازر الرابط نفسه. ولكن فيه اعلانات ظهرة تاني هي اللي سببت مشكلة. واحنا دلوقتي وقفناها. نشوف دلوقتي اه اللي احنا عملناه تطبق ده ولا لأ. ننتظر بس لحد ما الصفحة تفتح. وانا كنت متوقع ان الصفحات دي بتبجى كانت موجودة على الموبايل. هنعمل عادة بحس. تمام? ننتظر بس قدام حراراتكم. نشوف اللي احنا عمل ده اتطبق فعليا واستبعدنا فعلا المنطقتين اللي هما عاملين مشكلة في جوجل اتسنس ولا لأ. ننتظر بس شوية لحد ما يكتمل البحس على الصفحة دي. هو بس بياخد شوية وقت لان هو بيجمع كل المعلومات. لاحظوا كده شباب اوفتح الصفحة معي على الموبايل اهي. تمام? هنيجي هنا على المواضيع المستبعدة هنضغط عليها. وهنشوف كده كده خلاص استبعدنا كل الاماكن. لاحظوا كده ان في وفي اعلان هنا زر بس مش جاب عليه علامة زرع. تمام? معنا كده ان احنا خلاص كده في الامان استبعدنا المناطق كلها اللي موجودة على الصفحة. تمام? الصفحة الموجودة دي. خلاص كده هنيجي نرجع هنا ونضغط على الصفحات المستبعدة. هنلاحظ كده ان انا حازر فعلا الرابط ده. لو جيت اضافة استبعاد لرابط جديد. هنضغط كده. تمام? هنجول اضافة. هيجول لي يبدو انك استبعدت عنواني ورائيل هذا من قبل. تمام? انا فعلا حاطط العنواني ورائيل ولكن كانت ظهر عليه الاعلانات اللي احنا استبعدناها. ده اللي كان مسبب مشكلة في الحساب. طيب خلصت انا الخطوة دي. هارجع كده. وهاجي على مركز السياسات مرة تانية. هاجي عند خلص كده ان خلصت الصفحة دي. هضغط على آآ كلمة اصلاح. تمام? بالشكل ده. بعد كده هاجي هضغط على كلمة طلب اجراء آآ مراجعة. تمام? هقول له فعالة كل ما انا اصل عليه الارشادات وهود طلب مراجعة هذا الصفحة. هنضغط على علامة صح هنا ونقبل تقديم الطلب. تمام? خلاص انا كده اجدامت طلب. هنرجع على مركز السياسات مرة تانية. تمام? هنلاقي هنا اه في كلمة مقيد مقيد قيد آآ المراجعة. لاحظوا كده ان هو قيد المراجعة. طبعا الموضوع ده بياخد آآ تجريبا يعني من آآ ساحتين لآ آآ اربعة وعشرين ساعة. تمام? في المراجعة. هما بيراجعوا الموقع وبيشوفوا فيه. يعني انت فعلا انت ظهرها مرة تانية ولا لا. لو آآ في حاجة بيقول لك ان لازم آآ رسالة تفضل موجودة. لكن لو هم حلوها بتروح على طول رسالة ضرورة الاصلاحة دي بتكون انتهت. بيبقى بس موجود معايا الباجي الحاجات دي. طبعا الحاجات دي هتبقى آآ خاصة بالمواضيع. لو في حاجة في المواضيع نفسها. ونشوف ده هنعمل له درس واحدي. لان انا خدنا اهم حاجة اللي هو ضرورة الاصلاحة ده لانه مهم جدا ده اللي بيتسبب فيه غلق الحساب. اما باجي الحاجات دي ان شاء الله هنعمل له شرح آآ ان شاء الله في الدروس اللي جاية. وستطيع جزي بطرح المشكلة زي كده. بس بعد من حل المشكلة اللي عملنا اللي هي شرح النهاردة اللي هي ضرورة الاصلاح. طبعا يا شباب. ده كان شرحنا النهاردة معتدارنا النهاردة. لا تنسى بلايك الجاميل بتاعك. واشير لكل آآ الناس اللي تعرفهم عشان آآ الكل يستفاد من درس النهاردة معتدارنا. لا تنسى بلايك الجميل بتاعك. اللي بيدعبنا ان احنا نقادل من حالاتكم المزيد والمزيد ان شاء الله في الدراس القادمة ومش تنسوناش اسم القناة هل هنغيره ولا نسيبه على الاسم الجديم اللي هو نبض المعلومات شكرا لكم وسلام عليكم